مرحبا اطلاق بركاته دلوقتي بنتكلم في طريقة حل المعادلة اللي فيها مجهول واحد على الالحسبة تمام ايان كان يبقى معادلة تربية معادلة تكعيبية بس فيها مجهول واحد بس يعني مثلا خمسة اكس تربية زائد تسعة اكس تكعيب مثلا زائد تسعة اكس وست عشرة ايان كان فمسلا معا معادلة تقول لك خمسة بتساوي اكس جزر خمسة تمام هتعمل لها سولف اطلاع لك الاكس بالقيمة ديت والنفرد مسلا معادلة اقصى تعقيدان مسلا اكس بتساوي واحد ثلاثة على واحد واثنين في الاكس زائد دي معادلات انا حللها شخصيا ايان واحد واربا زائد عشرة دي معادلات في الريا ديت اللي هالتي اتنين بتاع الابليفت والحاجات ديت موجودة في السد تمام دي معادلة عشان نشوف معادلة تانية فيها برضو السولف كده ايوه مثلا واحد واربا عشرة بساوي 29 على مية اكس دي دي طبعا معادلة تفخص يعني اقرب حلتها بالقال الحزب يعني كنت باجرب الموضوع يعني طيب دي معادلة كبيرة ايه تمام عملتها ازاي بها انا باجي هنا تمام اكتب مسلا سالب اه انا شيل بس كل السواب ديت تمام طيب انا بكتب الارقوم دي مسلا على قال الحزب عادي تمام ماشي وباجي هنا احط مسلا انا عندي مسلا هنا سالب اربعة وينك اتنين وتمانين على مية تمام بحط هنا المتغير بتاعي مسلا انا عندي مسلا اكس او سين او ايا كان المتغير بتاعي بسمي اكس فبحط هنا مسلا الفا اكس تمام اه في زائد اه تسعمية خمسة وعشرين من الف في مية في مسلا اكس تكييب تقول له الفا اكس تمام تكييب مسلا على اتنين او مسلا اكس بس يا سيدي خلي اكس مسلا مسلا انك تتم معدل هنا اكس على اكس تكييب على اتماشر اكس تكييب الفا اكس تكييب على اتماشر طيب ده بتسوي ايه بقى يعني مش المعادلة يبقى لها تطرفين بتسوي صفر بتسوي ايه مثلا كيكا بتسوي هنا 4 و 1 و 10 فانت تقوله الفا يسوي 1 و 4 و 10. بقى من النقطة دي. انت بعد كم شا تقوله يسوي بقى? تتقول shift solve. ديت اصلا طريقة الصوف. فانت عندك معادلة كده في مجول واحد اوة shift solve. هي طلع لك ال اكس بالقيم بتاعتها. دي قيم ال اكس هاي. تمام? فهو طبعا عشان انهبت معادلة كده وغيرت ارقام فايه? طلعت له كميرية. تمام? اه عموما دي طريقة الحل المعادلة بال ايه? اشتركوا في القناة الحزبة اشتركوا في القناة شكرا لكم